دعا تسعة نواب فرنسيين الرئيس إيمانويل ماكرون إلى نشر بيانات وخرائط المناطق التي استخدمت في تفريغ النفايات الناتجة عن التجارب النووية في الجزائر في ستينيات القرن الماضي وتأتي هذه الدعوات في وقت تواصل الجزائر مطالبتها باريس بإعادة تأهيل مواقع التجارب النووية وتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الملف دعوات في فرنسا لمطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بنشر بيانات وخرائط المناطق التي استخدمت في تفريغ النفايات الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في ستينيات القرن الماضي الدعوات جاءت من تسعة نواب في البرلمان الفرنسي حسب ما كشفت صحيفة لجورنالدو ديمونش الأسبوعية الفرنسية ونشر النواب في الصحيفة عريضة جاء فيها أن النواب حاولوا الحصول على معلومات تخص الأماكن التي دفنت فيها النفايات النووية في الجزائر مشيرين إلى أنهم يرفضون تواصل الخطر النووي الفرنسي بالتأثير على البيئة ويولد مخاطر صحية وإنسانية تحركات النواب الفرنسيين نابعة من مخاوف من انتقال الإشعاعات النووية عبر العواصف الرملية القادمة من جنوب المتوسط وبحسب دراسة أجرها معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية في شهر فبراير الماضي فإن عاصفة رملية قادمة من الصحراء حملت مادة مشعة أكثر من المعدل لكنها لا تشكل خطرا تأتي هذه الدعوات في وقت يستمر الخلاف بين الجزائر وفرنسا حول ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية حيث تطالب الجزائر باريس بإعادة تأهيل مواقع هذه التجارب ودعت الجزائر باستمرار فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في ملف التجارب النووية خاصة بعد مصدقة أكثر من 120 دولة في جمعية الأمم المتحدة في 2017 على معاهدة جديدة لمنع استعمال الأسلحة النووية وتتهم السلطات الجزائرية نظرتها الفرنسية بإخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية إضافة إلى مماطلتها في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين من هذه التجارب وأجرت فرنسا في فبراير 1960 أول تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بمنطقة ريغان تحت اسم اليربوع الأزرق استعملت فيها أربع قنابل ذرية تصل إلى ثلاثة أطعاف قوة القنبل المستعملة في هيروشيما وامتدت تداعيتها الإشعاعية إلى كامل غرب إفريقيا وجنوب أوروبا وفي المجموع نفذت فرنسا سبع عشرة تجربة نووية في الصحراء في منطقتين ريغان وإن إيكر من الجزائر معنا عبر خدمة سكايب الإعلامي والمحلل السياسي فيصل شباني مساء الخير أستاذ فيصل أهلا بك بداية في رأيك ما هي خلفيات هذا التحرك الفرنسي في هذا التوقيت بالذات للحديث عن مخلفات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر مساء الخير روف مساء الخير لكل مشاهدي قناة الحراء بداية هذا التحرك الفرنسي هو نتاج الضغط الممارس في فرنسا والضغط كذلك الممارس في الجزائر بضرورة كشف فرنسا عن خرائط النفايات النووية قبل طلب نواب الفرنسيين من الرئيس الفرنسي مانو الماكرو كشف مكان النفايات النووية في الجزائر كان قد سابقه مركز التسليح الفرنسي أعتقد منذ حوالي شهرين من الآن وطالب بنفس الشيء يعني ضرورة ذكرى الأماكن التي خبأت فيها فرنسا النفايات النووية كما أن السياق العام الذي يجري حاليا في الجزائر وفي فرنسا حول ملف الذاكرة وحرب الجزائر على خلفية تعيين مؤرخين المؤرخ بنجامل ستورا كممثل الرئيس الفرنسي في فرنسا وكذلك شيخي في الجزائر أعتقد بأن هذه السياقات التاريخية وكذلك هناك سياق سياسي هم جدا هذه الأيام وهو هناك يعني ما يمكن أن نطلق عليه بأن هناك توطر سياسي بين الجزائر وفرنسا هذه الأيام والدليل على ذلك إلغاء زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر التي كانت مرتقبة اليوم بالتحديد بسبب مطالبة الجزائر بضرورة أن يكون الوفد الفرنسي كبيرا وهو الشيء الذي لم يحصل بالتالي تم إلغاء الزيارة تماما كما يأتي كذلك اليوم تصريح لوزير الشؤون الأوروبية الفرنسي الذي دعا بأن السلطات الفرنسية حاليا تسير نحو تهدئة الأمور فيما يخص الجزائر وملف الذاكرة على وجه التحديد فيصل تحدثت عن هذه السياقات التاريخية وحتى أيضا عن الواقع السياسي اليوم الظروف التي تحيط بالعلاقة بين الجزائر وفرنسا قبل أيام فقط كانت هناك أيضا زيارة لرئيس أركان الجيوش الفرنسية في الجزائر والبعض تحدث عن إثارة هذه النقطة هل برأيك تعتقدون في الجزائر أن الأمر سيتم بهذه السرعة بعد كل المطالبات في السابق؟ لا هناك حاليا هناك نية ربما فرنسية نحو تجاوز ملف الذاكرة من خلال اعتراف إيمانويل مكرو بتعذيب الحقوقية علي بو منجل الشهيد علي بو منجل وكذلك سبقه استعادة جمع المقاومة الشعبية في الجزائر ولكن أعتقد بأن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وهو ملف حساس جدا أنا لا أعتقد بأن فرنسا حاليا في الوقت الراهن مستعدة لكي تكشف أماكن التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية لأنها مرتبطة بشيء مهم جدا وهو مسألة الاعتذار التي ترتبط هي الأخرى بمسألة التعويض وأنا لا أعتقد بأن فرنسا في هذا الوقت الحالي مستعدة لتعويض الجزائرية عن التفجيرات النووية وأنت تعلم وكثيرون يعلمون بأن تداعيبها وعيات هذه التفجيرات ما زالت موجودة ليومنا هذا من خلال التشوهات الخلقية على الأطفال الذين يولدون حتى اليوم وعلى الكثير من سكان منطقة الاريقان في ولاية أدراربيا الجنوب الجزائي أشرت إلى مسألة التعويضات لكن وأيضا أشرت إلى نقطة أخرى تتعلق باعتراف ماكرون ببعض الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الفترة الاستعمارية هل يمكن أن تقبل الجزائر مثلا باعتراف وأيضا على الأقل بمعالجة مخلفات أثار هذه النفايات النووية دون اعتذار أو حتى تعويض هو الاعتراف الآن مهم يعني في الوقت الراهن ما يهم الجزائر هو إيجاد مكان النفايات النووية لأن أضرارها كبيرة جدا ومؤخرا يعني تلك الرياح الرملية التي وصل مدها إلى السواحل الفرنسية التي كانت تحمل إشاعات نووية قادمة من الصحراء الجزائرية بالتالي أعتقد بأن حاليا الضروري هو كشف مكان النفايات النووية في الجزائر حتى على الأقل الجزائر تأخذ حساباتها من حيث هذا الجانب يعني الإشعاعات النووية مستمرة إلى يومنا والجزائريون ما زالوا يدفعون هذا الشيء إلى يومنا هذا خاصة سكان الصحراء الجزائرية البعض فيصل يقول أن هذه التجارب أصلا استمرت بعد استقلال الجزائر وبموافقة الحكومة الجزائرية أن هذا يسقط بعض المطالب التي ترفعها الجزائر هناك ربما كلامي سيصدم ربما الكثيرين لأن التجارب النووية الفرنسية هناك من يقول ومؤخرا في تحقيق لصحفي فرنسي مشهور في مجلة جونافريكا الفرنسية يقول أن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية استمرت إلى غاية سنة 1997 ولم تتوقف سنة 1966 ربما الجزائريون بحماسهم وبشعبويتهم من يعتقدون بأن تجارب النووية الفرنسية توقفت سنة 1960 ولكن مادها وصل إلى غاية 1966 أين كان إلى غاية فترة حكم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين حتى فترة حكم الرئيس هواري بومدين استمرت فرنسا في تجاربها النووية وقلت بأن هذا التحقيق الفرنسي يقول بأن التجارب النووية الفرنسية استمرت إلى غاية 1997 وقدم هذا الصحفي الفرنسي الشهير في التحقيقات قدم دلائل كبيرة على أن التجارب استمرت وهذه الأمور ربما تبقى مجهولة عند غالبية الجزائريون ربما ستكشف الأيام القادمة مع الأشياء التي لم يعرفها كلها الجزائريون حول هذه التجارب النووية الفرنسية والدليل أن حتى هذه المناطق تعامل بشكل سري يعني غير مسموح تماما ولوج هذه المناطق أو حتى الاقتراب منها من أجل التصوير أو إلى غير ذلك فيصل شباني الإعلامي والمحلل السياسي كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك